تفقدت الدكتورة هالا زايد وزيرة الصحة والسكان سير العمل وأعمال تطوير بمستشفى حميات الأسكندرية يتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية تصبح مستشفيات عزل لمصاب فيروس كورونا بشكل تدريجي وتقدم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمية